فيلسوف متصوف أديب بارع ولد في القرن الرابع الهجري سنة العاشرة بعد الثلاثمائة للهجرة وعاش أكثر أيامه في بغداد نشأ يتيما فقيرا عانى شظف العيش ومرارة الحرمان لا سيما بعد وفاة والده وانتقاله إلى كفالة عمه الذي كان يسيء معاملته اتسم أبو حيان بسعة الثقافة وحدة الذكاء وسمي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء امتهن حرفة الوراقة التي أتاحت له التزود بكم هائل من المعرفة وتوفي سنة الرابعة عشر بعد الأربعمائة للهجرة ترك أبو حيان عددا كبيرا من الآثار من أهمها الامتاع والمؤانسة من الكتب الجامعة وانغلب عليه الطابع الأدبي وقد قسم أبو حيان هذا الكتاب سبعة وثلاثين قسمة ثمرة لمسامرات سبع وثلاثين ليلة نادم فيها الوزير أبا عبد الله العارض كتبها لصديقه أبو الوفاء المهندس البصائر والثخائر موسوعة اختيارات ضخمة تقع في عشرة أجزاء انتخبها أبو حيان من روائع ما حفظه وسمعه وقرأه والكتاب لا يقتصر على الاختيارات ولا تكمن قيمته فيها حسب إنما يتجاوز ذلك إلى ما أضافه التوحيدي إلى تلك الاختيارات من آراء وتعليقات قيمة الصداقة والصديق رسالة أدبية تشتمل على كثير من أخبار الأدب المتعلقة بموضوع الصداقة والأصدقاء كما تشتمل على شيء من آراء أبي حيان التوحيدي وإلماحات إلى حياته أخلاق الوزيرين ويسمى أيضا مثالب الوزيرين وهو كتاب نادر في موضوعه جمع فيه أبو حيان مشاهداته ومسموعاته عن الوزيرين ابن العميد والصاحب ابن عباد جاء في الليلة السابعة من ليالي كتاب الإمتاع والمؤانسة النص الآتي وفيه المفاضلة بين الحساب والبلاغة يقول أبو حيان لما عدت إليه أي إلى أبي عبد الله العارض في مجلس آخر قال سمعت صياحك اليوم في الدار مع ابن عباد ففيما كنتما قلت كان يذكر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالملك والسلطان إليه أحوج وهو بها أغنى من كتابة البلاغة والإنشاء والتحرير فإذا الكتابة الأولى جد والأخرى هزل ألا ترى أن التشادق والتفيهق والكذب والخداع فيها أكثر وليس كذلك الحساب والتحصيل والاستدراك والتفصيل قال وبعد هذا فتلك صناعة معروفة بالمبدأ موصولة بالغاية حاضرة الجدوى سريعة المنفعة والبلاغة زغرفة وحلية وهي شبيهة بالسراب كما أن الأخرى شبيهة بالماء قال هذه ملحمة منكرة فما كان الجواب قلت ما قام من مجلسه إلا بعد الذل والقماءة وهكذا يكون حال من عاب القمر بالكلف والشمس بالكسوف وانتحل الباطل ونصر المبطل وأبطل الحق وزرى على المحق قلت أيها الرجل قولك هذا كان يسلم لو كان الإنشاء والتحرير والبلاغة بائنة من صناعة الحساب والتحصيل والاستدراك وعمل الجماعة فأما وهي متصلة بها وداخلة في جملتها ومجتملة عليها وحاوية لها فكيف يطرد حكمك وتسلم دعواك من رسالة الصداقة والصديق ليس ينبغي أبقاك الله أن تغضب على صديقك إذا نصح لك في جليلك ودقيقك بل الأقمن بك والأخلق لك أن تتقبل ما يقوله وتبدي البشاشة في وجهه وتشكره عليه حتى يزيدك في كل حال ما يجملك ويكبت عدوك والصديق اليوم قليل والنصح أقل ولن يرتبط الصديق إذا وجد بمثل الثقة به والأخذ بهديه والمصير إلى رأيه والكون معه في سرائه وضرائه فمتى ظفرت بهذا الموصوف فاعلم بأن جدك قد سعد ونجمك قد صعد وعدوك قد بعد